في علاقة بالتصريحات اللي كنت أسمع فيها البراح ورسالة الجناح الأعلامي العسكري لحميس والحقيقة مع أنت التصريح متاع الجناح العسكري متاع حميس والناطق الرسمي يأكد أن الحرب ما زالت طويلة ويبدو أنه كما قلنا من اللول أنه هذه المرة لن تكون مثل سابقاتها الحاجة اللي نفرحولها من كلمة اللي اسمعناه أنه المعنويات مرتفعة على المقاومة الفلسطينية رغم معنتها الإبادة اللي صارت من العصابة الصهيونية إلا أنه معنتها مقاتلي حميس معنتها ماشين في التصعيد وماشين في محاربة العدو الصهيوني وهذه حاجة تحسب لهم وحاجة تخلينا مطمانين باش تعرف أنه الحرب توسعت يا زينة مش كما بديت خاطر طوى الجيش الأمريكي العدو وقت اللي جاء الإسرائيل عارف أنه الحرب ستتوسع اليوم جابهات تحلت لهم من سوريا من اليمن من العراق اليوم الحرب قائمة في الجنوب اللبناني معنتها مناش نحكيه على قطاع غزة وهذه نقطة تحسب للمقاومة في هذه الدول باعتبار أنها تخلي القطاع وتخلي حركة حميس تتحرر من الضغط وخاصة أهاليها وأهالينا في فلسطين ينقص عليهم الضرب منتاع الكيان الغاصب العصابة الصهيونية وبالتالي أعتقد أن هذا الخطاب جاء مطمئن أنه فيه عديد العبر ويرمز إلى أن الحرب ستتواصل ليست لها نهاية تعرف أنه اليوم العزيمة للمقاومة الفلسطينية حتى بعض الدول اللي معنتها مجانبة الفلسطين أنه هو تحرير أرض فلسطين من هذه العصابة أعتقد أنه خطاب جاء في وقته ليطمئن معنتها حتى المقاومين في الجبهات الأخرى وكذلك حتى يتأكد العدو أن هذه المرة لن تكون معنتها هزيمة للمقاومة الفلسطينية سوف تكلل بالانتصار بإذن الله